انطلقت أعمال الملتقى العربية الثاني للأحلام البرلماني بعنوان الذكاء الاصطناعي ودوره في الأداء البرلماني الفرص والتحديات والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية وحضر الملتقى معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وسعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام وعدد من ممثلي وأعضاء البرلمانات العربية والإقليمية سعيا لتطبيق الرؤى المستقبلية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتطوره المتسارع احتضنت مملكة البحرين أعمال الملتقى العربي الثاني للإعلام البرلماني حامل انشعار الذكاء الاصطناعي ودوره في الآداء البرلماني الفرص والتحديات وشارك بالملتقى عدد من ممثلي البرلمانات العربية والإقليمية سعادة بهذا الحدث من خلال نعتقد أن نوفر منصة عربية يسلط الضوء من خلالها على دور الإعلام البلماني وكيف ممكن الاستفادة منها في تحقيق أهداف هذه البلمانات ونحن أيضا نجد أنه من الواجب أن نقدم الشكر الجزيل حقيقة لمملكة البحرين قيادة وشعبا وحكومة وطبعا لمجلسي النواب والشورى للرعاية الكريمة والدعم للمنظمة العربية لتنمية الإدارية لتنفيذ هذا النشاط وهذا الملتقى في المملكة البحرين فالحقيقة عرضت موقف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من استخدام الذكاء الاصطناعي في جهود منع الجريمة وفي جهود تطوير العمل التشريعي والقضاء ولكن أيضا في مكافحة استخدام الذكاء الاصطناعي في استكاب القرائم وفي التأثير على القرارات القضائية وعلى العمل القضائي بشكل عام ويتناول الملتقى عدة محاور من أهمها رفع كفاءة العمل البرلماني في ظل تطور التكنولوجيا المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني كما يهدف إلى مناقشة الجوانب الإيجابية للذكاء الاصطناعي والاستفادة من تحسين آدائها البرلماني الذكاء الاصطناعي يرتكز على بيانات ولذلك من أهم الشيء هو أن أين البيانات في البرلمانات التي تستطيع أن تستفيد من الذكاء الاصطناعي عملية العلاقة بين المؤسسات الحكومية أو الحكومة وكذلك البرلمانات مهم جدا اليوم أن يكون هناك آلية متكاملة تربط بين هذه المؤسسات والمجتمع في كيان الدولة من أجل الوصول إلى حلول مفيدة للمجتمع في جميع المجالات الحقيقة هذا الملتقى يأتي ضمن الملتقيات النوعية التي تعقدها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في المجالات المختلفة وكان للإعلام البرلماني دور مهم خلال سنوات الحالية وأعتقد مستقبلا كذلك وبالتالي كان من الأهمية بمكان أن يتم تناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل وطرح فكرة تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي على تطوير العمل البرلماني بشكل عام ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة العمليات التشريعية والرقابية من خلال توفير أدوات تحليلية متقدمة تساعد في استشراف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتشريعات المقترحة وتعزيز التفاعل بين النواب والمجتمع